أما الحالة الثانية من حالات عراب الفعل المضارع فهي حالة النصب نصب الفعل المضارع القاعدة تقول أو السؤال يقول متى ينصب الفعل المضارع السؤال أو الجواب إذا سبق بأدات نصب ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأدات نصب ما هي أدوات النصب؟ أدوات النصب أشهرها ثلاثة هي أن ولن وكي أن المصدرية هذه مثل يريد الله ويريد هنا الفعل مرفوع لا علاقة به في هذا الشاهد يريد الله أن يخفف عنكم أن هنا أدات نصب ويخفف فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أيضا يقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم نفس الشاهد أن أدات نصب لكن الفعل المضارع هنا منصوب وعلامة نصبه حذف النون لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة اتصلت به والجماعة إذن هو منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لن قول الله تعالى لن أكون ظهيرا للمجرمين لن هنا دخلت على الفعل المضارع فانتصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وفي الآية الأخرى لن ندعو مع الله إلها آخر لن أدات نصب ندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مع أن الفعل معتل لكن قلنا في درس الماضي الفعل المعتل بالواوي أو الياء يقبلوا علامة الفتحة اعمل خيرا كي تنالا تنال هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو منصوب بالأداة كي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر